أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنسن إلى الرسول كأعينهم تفيد من الدمع مما لك من الحق يقولون ربنا آمنا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونتمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأسابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يعاخذكم الله باللغب في أيمانكم ولكن يعاخذكم بمعقدتم الأيمان وكفارته إطعام عشرة من ساكين من أوسط ما تتعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد خصيام ثلاثة أيام ذلك كفارت أيمانكم إذا حلفتم واحفزوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والبيسر والأنصاب والأزلام رجسا والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاوة والبغضاء في القمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فألأنتم منتقون وأتيعوا الله وأتيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وحسنوا والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَادُهُ أَيْدِيكُمْ وَلِمَعُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَاطُهُ بِالْغَيْبِ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْضُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمْ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ القعبة هَدِيَا بَالِغَ الْكَعْبَدْهَ وَكَفَّارَةٌ تُعَابٌ سَاكِينَ وَعَدْلُ ذَلِكَ سِيَابًا لِيَذُوْقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَى اللَّهُ عَمَّا سَلَفْ وَمَنْ عَادَ بَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ مُذُمْ تِقَامٌ وحِلَّ لَكُمْ سَيْدُ الْبَحْرِ وَطُعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِسْسَيَّارَةٌ وحُرِّمْ عَلَيْكُمْ سَيْدُ الْبَرِّ مَهَدُمْ تُمْ مُحِرُمًا واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله جعله ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور ورحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تقتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنسر الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يدركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا وينبيكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر حذكم الموت حين الوسية وصية ثنان ذوات عدل منكم أو آخر من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبت الموت تحبسونهما من بعد الصلاة ويقصمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به سمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتمو شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين فإن عسر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان بيقصمان بالله لشهادتنا لشهادتنا حق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذن لمن الظالمين ذلك أدنا أن يأتوا بالشهادت على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يدمع الله الرسول ويقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس بالمهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب الحكمة والطورات والإنجيل وإذ تخلق من التين كهيات الطير بإذني فتنفق بها تكون طيرا بإذني وتبري الأكمها والأبرز بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل وعنك إذ جهتهم بالبينات وقال الذين كفروا منهم هذا وقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا صحر مبير وإذ أرحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مايدة من السماع قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنسر علينا مايدة من السماع تقول لنا عيد لأولنا وآخرنا وآية منك ورسقنا ورسقنا وأنت خير الراسقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعزبه عزاب الله أعزبه أحدا من العالمين وإذا قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتفذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليسني بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيور ما قلت لهم إلا ما أمرتني بي أن اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم سهيدا ما أظنت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء سهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العسيس الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصالقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتي لنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ولدوا عنه ذلك الفوس العظيم لله ملك السماوات والأرض ما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من قيل ثم قضى أجلا وأجل نسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معردين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فصاب يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزيون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم لذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاص فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا صحر مبين وقالوا لولا أنس عليه ملك ولو أنسلنا ملكا لقد يراموا ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزي برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منه ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لإجمعنكم إلى يوم القيامة ناريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنار وهو السميع العليم قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض وهو يتعم ولا يتعم قل إني أمرت أن أكون ظلم أسلم ولا تكون من المشركين قل إني أخاف إن أصيد ربي عذاب يوم عظيم أن يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوص المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر سهادة قل الله سهيد بيني وبينكم ووحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلية أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبلاءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أذروا ممن افتروا على الله كذبا أو كذب آياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين النور كيما كذبوا على أنفسهم وتلعنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنتنا يفقه وفي آذانهم وفي آذانهم بقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا كيجادلون كيقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينعون وين يهدكون إلا أنفسهم وما يسعرون ولو ترى إذ مقفوا على النار وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذي بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدالهم ما كانوا يخفور من قبل لو ردوا لعادوا لما نهو عنه وإنهم لك هذفون وقالوا إنه إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ أقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فزوق العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بالقاء الله حتى إذا جاءتهم الصناعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرتنا فيها وهم يحملون أرسارهم على ظهورهم على ساء ما يصرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهب ولدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُهُ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّنَ لِكَرِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئٍ مُرُسَلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ